أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على لقاء الرؤساء اللجان النوعية بمجلس أنواب بصفة دورية مع بداية كل دور عقاد تشرعي جديد لملاقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجد رئيس الوزراء خلال اللقاء التأكيد أن انعقد هذه اللقاءات الدورية يأتي في إطار الحرص الشديد من جانب الحكومة على الاستماع لرؤساء اللجان النوعية للتعرف على الأراء ووجهات النظر فيما يتعلق بأهم التحديات والمشكلات والتعامل مع هذه التحديات مشيدا بالتكاتف السياسي والدعم الكبير الذي يقوم به مجلس نواب لمساندة مختلف أجهزة الدولة من جانبه أكد زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أهمية استمرار التنصيق بين الحكومة ومجلس النواب حول الملاقشات التي تدور داخل اللجان المختصة بشأن مختلف القضايا وأيضا الملفات التي تمثل مواطنين مما يسهم في توضيح الرؤى ووجهات النظر حولها نظر والمجلس النواب المحزق